السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أهلا ومرحبا بكم في درس جديد على قناتكم كاريم سبانيش لتعلم اللغة الإسبانية في هذا الدرس إن شاء الله سوف أقدم لكم 20 عبارة شائعة في اللغة الإسبانية سوف تحتاجها في حياتك اليومية للتواصل مع الآخرين في مواقف مختلفة إذن بدون أن أطلع عليكم لنبدأ على بركة الله قبل ذلك لا تنسى الضغط على زر لايك إذا أعجبك الفيديو والاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس حتى تصلك جميع الدروس إذن إذا أردت أن تقول يمكنك أن تعطيني كأس ماء من فضلك يعني واش تقدر تعطيني واحد الكازل المال يخليك بالإسبانية تقول me puedes dar un vaso de agua por favor me puedes dar un vaso de agua por favor me puedes dar un vaso de agua por favor أو تقول ببساطة me puedes dar un vaso de agua por favor وإذا أردت أن تقول لقد وصلت للمنزل للتو يعني يالله صد للدار بالإسبانية تقول acabo de llegar a casa acabo de llegar a casa acabo de llegar a casa أما إذا أردت أن تقول لشخص ما يجب أن تحاول ذلك مرة أخرى يعني يجبك تحاول مرة أخرى بالإسبانية تقول tienes que intentarlo otra vez وإذا أردت أن تقول سأذهب لا تنتدرني يعني غادي مشي ما تسننش بالإسبانية تقول وإذا أردت أن تقول الحرارة اليوم 37 درجة الجو حار جدا يعني اليوم 37 درجة يعني في الحرارة الجو سخون بزف بالإسبانية تقول وأما إذا أردت أن تقول لشخص ما لدي شيء مهم جدا لأخبرك به يعني عندي شيء حاجة مهمة بزف لذا أردت أن تقول لشخص ما بالإسبانية تقول tengo algo muy importante a contarte tengo algo muy importante a contarte أولى tengo algo muy importante a decirte tengo algo muy importante a contarte وإذا أردت أن تقول أنتدر صديقي يعني كانت سننة واحد صحبي بالإسبانية تقول estoy esperando a mi amigo estoy esperando a mi amigo estoy esperando a mi amigo أو لا estoy esperando a mi amiga لو أردنا أن نقول أنتدر صديقتي وعبارة أذهب إلى العمل في الساعة السابعة والنصف يعني كنمشي الخدمة مع السابعة والنصف الإسبانية نقول voy al trabajo a la siete y media voy al trabajo a la siete y media voy al trabajo a la siete y media وعبارة لن أخذلك يعني ما غديش نخذلك أو لا ما غديش نخوي بيك بالإسبانية سوف تقول notifier وإذا رأت أن تقول لشخص ما هذا اللون يناسبك يعني هذا اللون جمعك بالإسبانية تقول este color te favorece este color te favorece este color te favorece أو لا este color te queda bien este color te queda bien وإذا رأت أن تقول لشخص ما كفا مزاحا يعني باركا من المزاح بالإسبانية تقول basta ya de bromas basta ya de bromas basta ya de bromas أما إذا أردت أن تقول التصل بي عندما تنتهي يعني التصل بي من اللي تسالي بالإسبانية تقول llamame cuando termines llamame cuando termines llamame cuando termines أما إذا أردت أن تقول أنتظرو مكالمتك يعني كانت سنى الاتصال ديالك أو لا كانت سنى المكالمة ديالك بالإسبانية تقول espero tu llamada espero tu llamada espero tu llamada وعبارة لا أعرف من أين سأبدأ يعني ما عرف كمين سأبدأ بالإسبانية تقول no sé por donde empezar no sé por donde empezar no sé por donde empezar وإذا أردت أن تقول لشخص ما كف عن الكلام وفعل شيئا يعني برك من الهدرة ودير شي حاجة بالإسبانية تقول ديها 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 وإذا رأت أن تقول الشخص ما أرسل لك يعني سيجل لك أو لك لك يعني فين كين جاء بالإسبانية سوف تقول وإذا أردت أن تسأل وتقول هل مازلت في المنزل أمخرجت يعني وش مازل فضار أو لخرجتي بالإسبانية تقول سيجس إن كاسا ويا ساليدو سيجس إن كاسا ويا ساليدو سيجس إن كاسا ويا ساليدو أما إذا أردت أن تقول لشخص ما طوال اليوم وأنت تشتكي يعني نهار كامل ونتك تشك بالإسبانية تقول وإذا أردت أن تقول لا تقارني بأحد يعني ما تقارني بنتش واحد بالإسبانية تقول وإذا أردت أن تقول لشخص ما أريد التحدث معك على انفراد يعني أريد أن نهدر معك غير أنويك يعني بوحدنا فقط بالإسبانية تقول إذن أصدقائي وصلنا إلى آخر الدرس أتمنى أن يكون قد نال إعجابكم إذا أعجبكم هذا الفيديو لا تنسوا الضغط على زر لايك والاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس حتى تصلكم جميع الدرس إذن إلى أن ألقاكم في درس آخر أستودعكم الله وإلى اللقاء